وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلن إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم عندي مكالمات تنتظر تفضلي محمد من العراق السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله شيخ العشرة للحج يعني اللي يريد يروح للحج يعني يطوم هين ولا لا شلون يعني تبطي إن شاء الله سؤال ثاني محمد لدي أربعة أسئلاني تفضل السؤال الثاني سؤال الثاني حكم اللي صلي بالحديقة مثلا أنا كبيرة بالسن أصلي على الكرسة بالحديقة يقولوا لي حرام إن شاء الله ثالث اللي يجي لها من القصة بوزنه بالبيت يعني يقولون حرام هل حرام ولا لا إن شاء الله سؤال الرابع ابني كبير يعني عنده عائلة كبيرة برقبته ومشغول عنده شركة وهذا يتأخر عن الصلاة وآني يا ظلم تكونين على الصلاة يعني هاي لي جرح قلبي بيها هاي يعني أنا شمه لأسوي إن شاء الله يتأخر عنها الصلاة هو يحجي يعني حاج وهذا بس يتأخر عن الصلاة أبشر يا أم محمد أبشر تسمعين الجواب بحول الله فضلوا أم علي أم علي من إيران ألو مرحبا سلام عليكم عليكم السلام أخت الله كيف حالك يا شير مرحبا أختي أنت ثلاثة أسئلة تفضلي ما تفسير الآيات التطهير هل نزلت على أهل الكساء بأن يا شير تفضلي أختي تفضلي أم علي أم علي نعم اخفض التفزيون الله يرضى عليك وواصلي لأن في مكالمات كثيرة تنتظر تفضلي تفضلي ما تفسير آيات التطهير وهل نزلت على أهل الكساء لأن يا شيخ لما قطهم النبي في كساء قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأن من أم سلم زوجة النبي صلى الله عليه وعنه وسلم قالت هل أنا منهم قال أنت مني مكانك وتبقينا على خير طيب طيب يوم علي السؤال الآخر سؤال ثاني هل مريم أفضل من فاطمة لو فاطمة أفضل من مريم إن شاء الله شكرا مرحبا أختي أبو عبد الله سلام عليكم أخفض هذا اللي سمحت سلام عليكم عليكم السلام وحسن الله وبركاته في حالك يا شيخ مرحبا أبو عبد الله حياك ألا تفضل عندي ثلاث أسئلة يا شيخ تفضل أبو عبد الله نعم السؤال الأول فيما يخص دبح الدجاج عندنا في الجزائر يا شيخ أيها أنه يعني عرف بأنه يسعق ثم يدبح ونعرف أن الشارع يحرم ذلك يعني لا أن الأشياء إذا كانت مسعوقة يحل أكلها يعني إن شاء الله نعم السؤال الثاني فيما يخص الصلاة بين اتنين يعني إن كان شخص صلى بشخص يعني هل يكون التقديم الإمام على المأموم هنا يعني قصدك يتقدم الإمام خطوات عن المأموم يعني قليلا يعني حتى بكتفيه وقدمه شاء الله أبو عبد الله والسؤال الثالث صلينا صلاة الفجر بحيث أنه كان الصف إلى آخره جاء صديق أخي من الخلف كان عراد أن يصلي وحده فرجعني إلى الخلف يعني السحابك يعني سحابني على ظهري أصلي معه يا شيخ أيوة أي أصلي معه واضح بابده وعندنا أيضا مسألة الصلاة صبحنا في الجزائر والله نعاني من مشكلة الوقت أيوة أنا الكثير هنا يعني الوقت لا يتم يعني دخول الوقت الشرعي يعني دخول الفجر ها طيح أنا إشكال في هذا الأمر يا شيخ إن شاء الله أبو عبد الله يعني الإنسان ماذا يفعل هل يصلي على الجماعة ثم يصلي وحده يعيد صلاة أبشر يا أبو عبد الله أبشر نعم صح مرحبا أهلا وسهلا أم محمد أهلا وسلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طب حالك هناك حوالي ثلاثة أسئلة يلا السؤال الأول إذا صليت الظهر الربيع قبل الظهر سنة هل بافتتاح واحد أو أقب ما أسلم أركحة سنة ثانية افتتاح ثانية ولا بافتتاح واحد إن شاء الله السؤال الثاني الله يخبر ومثل قيام الليل إذا صليت سبع أو طلع عشر إن شاء الله ستاح واحد السؤال الثاني إذا دعيت لن واحد مريض هل أذكر اسمه واسم أبوه ولا اسمه يعني الله يشف فلان ودف فلان إن شاء الله السؤال الثالث لا بحيانا سنة إن شاء الله أعطيها لنجم إلا أني ما أحد عندي من أولاد في البيت إي سؤال هاي جازئ داخل الدولة أوخر وشرك فيها الله يرحمه أبو الأولاد والوالدة الله يرحمهم إن شاء الله يا محمد مشكور يا شيخ مرحبا مرحبا أم عبد المجيد السلام عليكم عليكم السلام لسا محت شيخ استعمال المظلة للحاج أي نعم المحرب المظلة فيها موية وفيها مروحة إيه هذه الجديدات هذه نعم الجديدة اللي فيها مروحة وطرش موية أيوة نعم طيب أيوة وطرش موية أي إن شاء الله بس للمحرب إيه نعم أب شريم عبد المجيد جميلة جميلة من الجزاء راحت جميل راحت جميلة عوضنا الله بجميع من عمان تفضل جميل باركة صفيك حياك الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام صب أمستخد الله الخير سنور سنور العاهية شيخ أنا من المد من السونات أضحي بثور و سنتين كيف أضحي بثور و عمره سنتين إيه ولكن أولادي جنبي كل واحد ببيت أنا باني بيوت كل واحد باني بيت لوحدة ما شاء الله عليهم أربعة بيوت والثور يقولون أنه عن شقعة إيه وأنا يقول اللهم عني و عن أولادي و عن موت المسلمين والمسلمات كده كده أقول و يقعدون معي لحدهم و أولادهم و أولادهم من الصبح لحدهم يقولون الثور يتوون و يطبخون يأخذون الروحون الساعة عام الليل الثور خالص أنا أخذ منه الثلث إن شاء الله جميل أخذ منه الثلث لأقيام الثلثين إن شاء الله جميل الساعة يا شيخي أه أه يقولون أن الواحد الذي يضحي يمسك و أنا من الزمان أمسك أما أمسك يعني أولا ما ما تحسن في العشر من دخول العشر ما تحسن قبل العشر أحلق لكن من دخول العشر ما تحسن وبعدين أمسك لحد ما صلي ما صلي العيد و أرجع هل يلزمني إلى الضحية أو من أرجع أصلي أكل يعني إن شاء الله بارك الله نفيك خلي أعطيك العافية مرحب ومسهل أمم محمد نبضبي السلام عليكم عليكم السلام أخوي يريد السؤال أن الوالد هو متوفي يريد يريد يصير أو لا إن شاء الله وعشر أيام اللي يصومون هل يستير أصوم أو لا عشر ذي الحجة نعم إن شاء الله مشكور أبو يحتيك العافية كافيك مرحبا أبو عمر السلام عليكم الشيخ عليكم السلام أختي الله نورت شاشتنا يا شيخ بوجودك الله يسلمك عليك طال عمرك عندي سؤالي تضل السؤال الأول هل يجوز المرأة أن تصافح زوج بنت أختها زوج هذا السؤال الأول زوج بنت أختها بنت أختها نعم إن شاء الله والسؤال الثاني في سجوز الشكر يعني ماذا يقول ساجد إن شاء الله في التصبيح اللي في الصلاة أو في صيغة غير يعني إن شاء الله إبو عمر ما شكور يا شيخ ما شكور ما رحب وما سهل خلاص طيب طيب بقي عندي مجموعة أسئلة من يوم الخميس الماضي لكن قبل ما أبدأ بالأسئلة راجعني بعض الإخوة في كلمة قلتها في جواب على أحد الأسئلة ويظهر أني تحمست سبق لسان حصل مني قلت خير يا طير أظن هكذا أظن هكذا قلت خير يا طير مع تحمسي لجوابنا الأجوبة وأنا أستغفر الله عز وجل وهذه الكلمة سبق أني نبهت عنها لكن سبحان الله العظيم الكمال لله وحده هو سبق لسان ويحصل هذا لكن أنا أبين بأن هذا لا يجوز لا يجوز الإنسان أن يقول خير يا طير ولي فتوى فيها سبق أني جاوبت جواب موسع فيها لأنه قديما العرب كانت تتشائم بطيور وكان يقول خير خير وكذا فجرت على الألسنة والحمد لله الإنسان إذا صدر منه لفظة لا يقصدها لا يؤاخذ عليها فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن الرجل الذي شردت منه الناقة ثم وجدها فماذا قال قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي سلم أخطأ من شدة الفرح فحبيت أنني أنبه على هذه المسألة طبعا هيثم من الشارقة باليوم الخميس عفوا أظن يوم الجمعة عفوا هو في مسألة يقول عنده كان نية سفر إلى إلى تركيا وبعدين تغيرت النية إلى إلى مكة يريد يذهب الحج يقول التكيتات اللي عندي يقول حجزوها بالنسبة لشركة الطيران أو المكتب يقول لكن عطوني رصيد فيها ممكن أنني أدخل وأحجز إلى مكة يقول في شيء طبعا أنا عطيت لأني كنت في آخر البرنامج قلت لي يجوز حتى يكمل حجزه لأنه على أساس يومين في آخ الفاضل ما فيها شيء ما لا علاقة ما لا علاقة كونك أنت حجزت تروح سياح وبعدين غيرت النية نفس المبلغ نفس التذكرة نفس التكيتات نفس كذا ما فيها شيء ولا حرج في هذا ما دم أن الصورة اللي ذكرتها أنت لي فقط بأنك غيرت النية وأيضا التكيتات حجزوها وقالوا لك لا هذه تنتقل هكذا ما فيها شيء ولو زدت على المبلغ يمكن يخصمون عليك ما في شيء ولو كان المبلغ فيه زيادة وعطوك الزيادة هم أو أن دفعت للفارق كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمن أم أحمد من فرنسا تقول عندها بنت تسكن بعيدة عنها 250 كيلو متر تقول أحيانا تجين وتبقى أسبوع كامل عندي تقول تقصر الصلاة ما حكم ذلك ما فيها شيء جائز في الراجح من أقوال أهل العلم لأنها مسافرة في مثل هذه الصورة ولذلك لو قصرت الرباعية لا حرج عليها في ذلك وإن أتمت خروجا من الخلاف يعني أفضل ماذا مستقرة عندك وما تروح وتأتي يعني ما عندها شغال وأعمال وما مستقرة عندك يعني لو أتمت خروجا من الخلاف أفضل لكن لو قصرت ما في شيء والحمد لله أم أحمد تقول بأنها كانت تصلي على الكرسي ونسيت التحيات تقول بعدين سجدت لسه وكملت صلاة وسجدت لسه أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك أولا بالنسبة للتحيات اللي هي التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة فالراجح من أقوال أهل العلم والركن لا بد من الإتيان به الأمر الثاني من ترك هذا الركن ناسيا أو مخطئا فيجب عليه أن يرجع إليه متى ما أن تذكره إذا كان الفصل قريب ما معنى قريب يعني أنت الآن لما رفعت من السجدة الثانية سلمتي وانتي ما جبت التحيات نقول لك يجب عليك أن ترجع وتأتي بالتحيات وبعدين تسلمين وتسجدين للسه تقل من أنا ما تذكرت هذا إلا بعد ساعة ساعتين تعيدين الصلاة من جديد تعيدين الصلاة من جديد لأن الصلاة هدم ركن من أركانها وانت سلمت قبل إتمامها ما كملت الصلاة الصلاة ناقص ناقص ركن من أركانها ولذلك تعودين إليها أنت الآن لما تقل و سجدت للسهو هل أتيت بالتحيات إذا قلت لي نعم و سجدت للسهو ما في شيء الحمد لله للأسف بعض الناس يروح ينقذ الصلاة و يعيدها من جديد وهو تذكرها بعد السلام مباشر هذا غلط إذا سلم الإنسان و نسي التحيات أو نسي سجدة الثانية من ركعة الأخيرة يرجع لها يأتي بها من دون ما يقوم هو جالس يرجع يأتي بالسجدة أو يأتي بالتحيات السجد طبعا هو التحيات أو يأتي بالتحيات التي نسيها ثم يسلم بعد ذلك يسجد لي السهو أم أحمد من فرنسا تقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح و المساء بالنسبة لقراءة الكرسي و المعوذات هل لازم نقرأها ثلاث مرات أخت الفاضل أولا أنبه إلى مسألتين المسألة الأولى ما يتعلق بتكرار قراءة المعوذات ثلاث مرات في صلاتي الفجر و المغرب في صلاتي الفجر و المغرب هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم و لذلك آية الكرسي و القواقل الثلاثة اللي يقول هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس هذه تقرأ بشكل واحد في جميع الصلوات الخمس ما تميز صلاة دون الصلاة و لذلك في الفجر و الظهر و المغرب في الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء بعد ما ننتهي من الأذكار و التسبيحات نأتي آية الكرسي و يقول هو الله أحد و قل أعوذ رب فلق و رب ناس ما نكررها ما نكررها هذا واحد الأمر الثاني ما يتعلق بأذكار الصباح و المساء الثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان يقرأ آية الكرسي و يقرأ القواقل الثلاث و يكررها ثلاث مرات صلى الله عليه و سلم هذا و الثابت عنه صلى الله عليه و سلم و لذلك في أذكار الصباح و أذكار المساء نعم تكررينها تقولين قبل التسبيحات بعد التسبيحات ليس شرطا في أذكار الصباح و المساء أن الترتيب لو قدمت شيء على شيء ما في حرج و لله الحمد و المن أم محمد من العراق تسأل تقول بالنسبة لعشر ذي الحجة اللي عنده حج هل يشرع له أن يصوم عشر ذي الحجة يعني تسعة ذي الحجة أختي أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لعشر أيام ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله عز وجل و قد أقسم الله تعالى بها في القرآن بقوله و الفجر و ليالي عشر قال جمع من أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجحة أن العشر هنا عشر ذي الحجة و صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا و لا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال و لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله و لم يرجع من ذلك بشيء الأمر الآخر ثبت أن النبي صلى الله صامت تسعد الحجة و إن كان هذا الحديث متكلم به من حيث الإسناد خاصة و أن عائشة تنفي هذا الشيء لكن المثبت مقدم على النافي و قد صح و قد صح المثبت مقدم على النافي هذه الأيام العمل الصالح فيهن يعني أفضل من أيام أخرى و لذلك من جملة الأعمال الصيام من جملة الأعمال الصيام و آكد هذه الأيام يوم تسعد الحجة اللي هو يوم عرفة فالنبي عليه الصلاة و السلام حث على الصيام يوم عرفة و بيّن أنه يكفر الذنوب سنتين كاملتين بالنسبة للحاج يقرأ له الصيام يوم عرفة الحاج يقرأ له الصيام يوم عرفة لماذا؟ لأنه مشتغل بعباد عظيم و قد تمار الناس و اختلفوا هل صام الرسول يوم عرفه أم لا فأرسلت إحدى الصحابيات لبنا للنسلم لتختبر هل كان صائم أم لا فشربه فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكن صائما يوم عرفه و لأجل هذا كره العلماء للصائم أن يصوم يوم عرفه لأنه مشغول بعبادة تحتاج إلى الدعاء تحتاج إلى جهد تحتاج إلى ذكر الله عز وجل تحتاج إلى جهد عظيم و لذلك ما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه الأيام اللي قبلها مدام الحاج موجود في ميناء موجود في العزيزية موجود في السكان موجود في كذا و يحب يصوم ما في مانع ما في مانع لو صام شيء من هذه الأيام بشرط أن لا تؤثر على الطاعات و على العبادات أما غير الصائم فيسن له أن يصوم تسعد الحجة و يتأكد في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفه أم محمد تقول ما حكم الذي يصلي في الحديقة تقول أنا امرأة كبيرة أصلي في الحديقة على كرسي تقول ما حكم ذلك قالوا لي بأن هذا حرام أخت الفاضلة ما في بأس تصوم عفوا تصلي في الحديقة في المسجد في البيت ما في حرج ما دام أنك يعني أتيت بشروط الصلاة ما عليك شيء خاصة و أنك امرأة كبيرة و لله الحمد و الذي قال لك بأن حرام أخطأ يجب علي أن يستغفر الله و أن يتوب إلى الله لماذا؟ لأنه قال على الله قولا عظيمة و الله جل الله يقول و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفعلون من ذلك عفوا في الحديث الصحيح أن النفس المسجد قال و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا ما يجوز الصلاة في الحمام في المقبرة هذا ما يجوز الصلاة فيها الحمام و المقبرة لكن الحديقة الصحراء ساحل البحر في البيت في المصلى كل هذا جاهز أهم شيء أنك تكونين محتجي باحتجاب كامل و تستقبلين القبلة و صلاتك صحيحة و لله الحمد لكن لو شفت يا أم أم محمد الله يحفظك و يزيدك يا رب و طول عمرك على الطاع إذا شفت مكان يعني تدارين فيه مثلا عند شجرة عند جدار شيء عن الناس و حتى تخشعين في صلاتك يكون أفضل أم محمد تقول يعني يقولون بعض الناس لحم القصاب إذا جبناه و وزناه في البيت حرام هذا ما شاء الله التحريم عندكم واجد يا أم محمد من وين هالتحريم هذا ما فيه شيء اللحم و الفاكهة و الخضار إذا حبيت أنك توزنينها في البيت ما فيه شيء يمكن بعض الناس يقول حتى لا تشككين تظنين ظن السوء بالقصاب أنه مثلا نقص ولا شيء هذه مسألة ثانية ما تدخل حتى في التحريم الإنسان لا الحق أن يتأكد القصاب أنت طلبت كيلوين و ثلاثة و نفسه كيلوين ولا سرق منهم ولا طفف في المكيال مثلا يعني هذه مسألة ثانية لكن اعتقاد عقيدة أنه والله اللي يجيب اللحم و يوزنه في البيت يكون حرامة هذا من خرافات هذه من الأشياء التي يعني ينبغي للمسلم اللي عقيدة طيبة أنه يرفضها و يرفضها و ينفيها و ليه تحدث فيها هذا هذه من الخرافات من الجهل و لذلك اختلف فاضلا ما فيه بأس وزن اللحم و الفاكهة و الخضار و كل شيء ما فيه بأس هذه الأشياء الأصل فيها الحل و الإباحة و الجواب ما لا علاقة بالعقيدة ما لا علاقة بالإيمام ما لا علاقة بمسائل البركة ما لا علاقة بالتشاؤم أبدا هذا كله مرفوض شرعا و النبي صلى الله عليه وسلم أبطل مثل هذه العقائد و حرر عقولنا و حرر قلوبنا و دعانا إلى عقيدة صافية عليه الصلاة و السلام أم محمد تقول عندي ابني الكبير عنده عائلة و عنده شركة و يعني يجتهد و يشتغل لكن تقول مقصر في صلاته و يتأخر عنه تقول أنا أزعل عليه دائما تريد نصيحة أم محمد تشكرين و تؤجرين و كثر الله أمثالك و نتمنى والله أن نسمع و موجود ولله الحمد نساء يحرصن على أولادهن حتى و إن كبر و عيل أصبح عنده عيال و عنده زوجه يحرصن على دينهم و على صلاتهم هذه والله نعمة من نعم الله و هذا الزعل و هذا الانفعال تؤجرين عليها أم محمد الله يرضى عليك و يبارك فيك لأن هذا كله لله فأنت يعني تحرصين على ابنك يصلي علشان أنه يعني الله عز وجل يدخلها الجنة و يبارك في حياته و هذا الأشياء مع أنك الآن غير مكلفة فيها لأن الرجال ما شاء الله يعني مش بلغ فقط رجل كبير الآن و عنده أولاد هو مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل لكن محبة الوالدة لأولادها عطفها رحمتها عليهم تدفعها إلى أن تنصح الولد لأنه تخاف عليه من النار تخاف عليه من النار أما ولدك يا أخت الفاضلة فبارك الله فيك يجب عليه أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يعلم بأن الحياة يعني قصيرة و الأجل محسوم و محدود و الدنيا هذه لو راح و شاف المقابر كل اللي في المقبرة ما انتهت أشغالهم و أعمالهم أبدا ما في واحد دفن و يقول الله أنا خلصت شغلي و مستعد للموت أبدا كل الناس خلفوا أشغال و أعمال و خلفوا أشياء كثيرة و ذلك الدنيا ما يلحق عليها الإنسان و ما عمل ما يلحق عليها الأهم شيء أن يتق الله عز وجل و الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته و ما خلقت الجنة و الإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين و بعدين من قال أن الصلاة تتعارض مع العمل و مع الشغل ماذا يقول أكيد ابنك عنده ناس في السوق يشوفهم اللهم بارك إذا جاء أذن المؤذن راحوا للمسجد و هم تجار أكثر منه أموال و أكثر منه شغل يروحوا للمسجد الخلل في ابنك يجب علي أن يتق الله و يحتاج أن ينظم حياته و ينظم طريقته في الشغل خلاص بالسماع الأذان ينتهي الإنسان سئلت عائشة رضي الله عنه كيف كان النبي عليه الصلاة و السلام الرسول صلى الله عليه وسلم القائد العام و لي أمر المسلمين النبي المفتي القاضي لكل أشغال الدنيا عنده بين يديه تقول كان بشرا من البشر يفلي ثوبه و يرقع دلوه و يخصف نعله و يحلي بشاته فإذا سمع المؤذن خرج الله أكبر الصحابة و أون فيه يشتغلون الرجل يضرب بالمطرقة فإذا سمع الأذان وضع المطرقة و راح توضى و راح للمسجد هكذا هكذا المسلم الدنيا ما حد يلحق عليها و لذلك يقول النبي عليه الصلاة و السلام لو كان لابن آدم و وديان من ذهب لتمنى الثالث و لن يملأ فاه إلا التراب و يتوب الله على من تاب فيجب عليه أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يعلم بأن البركة في الصلاة اللي يتساهل في الصلاة و آخر اهتمامات الصلاة يجب أن يشتري له قلب قلبه مات اللي آخر اهتمامات الصلاة يجب أن يشتري له قلب قلبه ميت هذا لأن الصلاة أهم شيء الصلاة بعد توحيد الله هي عمود الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة الصلاة هذه كلها صلاة طمأنينة طمأن راحة الصلاة يعني الرسولالسي كان إذا حزبوا أمر ماذا يقول يقول أرحنا بها يا بلال أذن لأن الرسول يجد راحة في الصلاة عليه الصلاة و السلام الصلاة منذ اللحظة اللي يطلع فيها الإنسان لبيته وفي الصلاة يكتب لها أجر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الدنيا ما حد يلحق عليه هذول أصحاب المليارات ذهبوا تركوا أموالهم وراهم بعض الناس مات لعشر سنوات إلى الآن يحسبون أمواله تركها اجتهاد وتعب ما تدري هل فعلا كان محافظ على الصلاة أو لا إن كان محافظ على الصلاة وهنيئا له جنة عالية بإذن الله وإذا كانوا مفرط وش استفاد ما الذي استفاده الآن جمع لعياله وجمع للي وراه ما يدري يصلحون فيها أو يفسدون وهو الآن يحاسب كل درهم وكل دينار وكل ريال جابه سيسأل عنه سيسأل من وين جبته وفيما أنفقته والورث يتلذذون وهنيئا لهم وهو يحاسب المسكين يجب على الناس أن يصحوا يجب على الناس أن يحاسبوا أنفسهم يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل يراجعون أنفسهم أصبح الآن ميزان الصلاة خف عند كثير من الناس بعض الناس الآن يقولوا لا لا أصلي في الليل يجي يجمع الظهر والعصر والمغرف في الليل أي حياة هذه أي حياة هذه اللي واحد آخر اهتماماتها الصلاة وأنا أقول وأؤكد والله ما هناك تعارض بين العمل وبين الصلاة أبداً ما في تعارض بالحكس الصلاة لما تصلي وإنت في الدوام وترجع تكمل شغلك الساعتين الباقيات ستجد بأنك رجعت بنفسية طيبة من شريحة تجد عندك من الإيمان لأنك ذكرت الله قرأت القرآن وركعت وسجدت لله عز وجل شوف عندك طاقة جديدة حماس وبعدين على تقوى وعلى صدق وعلى إخلاص لله سبحانه وتعالى فنبهيه أخت الفاضلة وبعدين قلي له شوف الآن هو إلى متى يعني سيعيش الآن أغلب الموت في الشباب أغلب الموت في الشباب وإنتم تشوفون هذا الشيء الإنسان كم يعمر يعني يعمر ستين سبعين ثمانين مئة وبعدين أليس الموت بعد ذلك والإنسان كلما أعطى يعني كلما أعطى لنفسه حظ كبير من الدنيا والله ما يشبع والله ما يشبع وكلما أعطى نفسه الدين لها حق والله شبع من الدنيا واتقى الله عز وجل أبداً سبحان الله كل من كان همه الدنيا جعل الله فقر بين عينه ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن جعل الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغمة غصباً عنها تأتيه وهو سعيد ليش؟ لأنه شوف الدنيا تأتيه هو متقي لله عز وجل مؤدي لفرائض الله سبحانه وتعالى أم علي من إيران تسأل تقول يعني آيات التطهير وبالنسبة لمريم هل هي أفضل من فاطمة أو شيء من هذا القبيل يا أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين أنت ومن معك على يعني السؤال وإشغال الوقت في يعني أمور الصحابة وأمور آل البيت وأمور الأولياء والصالحين وشيء طيب والله نسمع أن الناس يشغلون أوقاتهم في النافع والمفيد ويبحثون عن مثل هذا الشيء لكنهم علي بس تنبيه فقط يسير حرصي أيضاً مع هذا الحراك وهذا الجو الإيماني أنكم تعتنون أيضاً بجوانب أخرى أهم أهم من هذا وهي قضية العقيدة وقضية الإيمانيات وقضية علاقة العبد بربه وكيف أن الله عز وجل خلقنا لعبادته ولطاعته وأن لا نشرك به شيئاً وكيف كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على قول وعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأن الناس يوم القيامة كل يسأل عن نفسه يأتي يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل إنسان يعطى كتابه الأب ما ينفع ابنه والأم ما تنفع ابنها وحتى الأصدقاء كل ينتخلى عن الثاني كل يقول نفسي نفسي إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي أمتي ولذلك الاشتغال بهذه العقيدة ما لله من الحقوق وما لله عز وجل من العبادة والحذر من الشرك والبدع كذلك الاشتغال بأمور الطهارة والصلاة أمور الصيام والزكاة الحرص على نفع الآخرين الحرص على زيادة الحصيلة المعرفية والثقافية والشرعية من خلال القراءة في سير الصحابة و سير آل البيت و وفق المنهج الشرعي الصحيح الثابت بالطرق الصحيحة إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي أم علي سامحيني والله الوقت يدركني اختار أشرف الخلق وأطهر الخلق لختم الرسالة والنبو و محمد بن عبد الله و اختار الله عز وجل له أطهر القلوب بعد قلبه و أصحابه و لذلك الصحابة اختيار و اصطفاء اختيار و اصطفاء رضي الله عنهم و رضوا عنه و وقفوا مع النساء و مواغف كله و مات و هو عنهم راض كذلك اختار الله عز وجل له أسرة طاهرة نقية أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أبدا أن يتصور أن الله تعالى يختار لهذا الإنسان العظيم خاتم المرسلين يختار له نساء مشكوك فيهن أبدا بل هن الطاهرات حتى أن الله تعالى أعطاهن رتبة سنية و مكان علية يوم أن جعلهن أمهات للمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم كل امرأة دخل عليها أنه وسلم فهي أم للمؤمنين كذلك اختار له الله ذرية طيبة ذرية طيبة فاطمة و زينب و رقية و أم كلثوم و إبراهيم و عبد الله هؤلاء ذرية صالحة طيبة فالله عز وجل أقر عين نبي عليه الصلاة و السلام بالولد و سواء كانوا ذكورا أو إناثا أقر عينه و كمل له بشريته عليه الصلاة و السلام و لذلك أخت الفاضلة أنه وسلم امتدح فاطمة و قال هي بضعة مني و لذلك هي سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة هي و مريم و عائشة و خديجة و آسيا يعني أسماء لامعة في سماء هذه الدنيا إيمان و تقى و قرب إلى الله سبحانه و تعالى الاشتغال بذكر فضائلهم الاشتغال بقراءة سيرتهم هو الأهم أما التنقيب عن شيء يقدح أو كذا هذا ليس من شأن أهل الإيمان و لذلك اخت الفاضلة اشتغلوا بما هو نافع بما هو مفيد و آية التطهير هذه كلها تشمل الأمهات المؤمنين و آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم أطهار فالله تعالى ترضى عنهم و رضي عنهم و وعدهم الجنة شق رأي فيه يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا الآيات و ثم قال و الذين تبوؤوا الدار و الإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم الآيات اقرأ في هذا تجدين عجبا لا تختزلين الأشياء و لا تضيقين القراءة بحيث أنك تقفين عند شيء واحد فقط و تتغافلين عن بقية النصوص و دائما الإنسان إذا قرأ يراقب الله عز وجل و يعلم بأن يوم القيامة ما ينفع الأعذار و الله قال لفلان أو قالت لفلانة لا أنت الله عز وجل أعطاك أنت أعطاك الله عقل و أعطاك سمع و بصر و الإنسان يميز و لذلك ربنا جل وعلا المشركين لما كانوا يفكرون بالعقل الجمعي الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى و فرادا حاولوا أن تنعتقوا عن هذا التفكير الجمعي القائم على التسليم للفكرة اطلعوا منها و شوفوا هل صاحبكم مجنون لأنه كان يقولون قريش محمد مجنون أو ساحر طيب بالأمس كنتم تقولون الصادق الأمين بالأمس كنتم تفرحون إذا رأيتم طلته و مر عليكم النبي عليه الصلاة تفرحون و تستبشرون الآن أصبح مجنون أن تقوموا لله مثنى و فرادا فكر يا أخي بعقلك فكر بنفسك شوف لك عاقل أعلى منك فكرا و علما ممكن هذا هو الذي يفيدك أبو عبد الله من الجزائر يقول عندنا ذبح الدجاج يكون بالصعق الكهربائي يقول ما حكم ذلك أخي الفاضل بارك الله فيك الصعق على نوعين الصعق الذي تصعق به بعض الحيوانات بحيث أن تجعلها ما زالت حية لكن تقيد حركتها بحيث أنها ما ترفس فهذا إذا بقيت روح في هذا الدجاج فيجوز أكله لأن هذا ليس قتلا و إنما مثل التخدير أو التسكين حتى لا الدجاج يتحرك أما إذا كان الصعق الكهربائي فيه ضلط عالي بحيث أنه يقتل الدجاج هذا محرم و لا يجوز و لا يجوز أكله بإجمع العلماء أجمع العلماء على حرمة أكل الميتة و من جملة أكل الميتات الصعق الكهربائي الذي يميت يعني تصعق و بعدين تذبح أو تصعق هكذا من دون ذبح هذا حرام و لا يجوز و ميتة و الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة أما إذا كان صعق ليش أنا أفصل لأن أنا وقفت على نوع من الأنواع يصعق فيه بفولت قليل بحيث أن الدجاجة ما ترفس لما تأتي في السير الكهربائي فتنبه لهذا أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لشخصين يصليان إمام و مأموم يقول هل من السن أن يتقدم الإمام شيء على المأموم أبو عبد الله أشكرك على هذا السؤال لماذا؟ لأن حقيقة يعني أجد أجد مخالفات كثيرة من جملتها مثل هذه المسألة و أنا أعاني منها أحيانا إذا صليت بشخص تجده يرجع وراء و أحاول أنا في الصلاة أقدم فيه و هذا للأسف الشديد أخذ من قول لبعض الفقهاء ما يتعلق بالتمييز بين الإمام و المأموم و هذا ليس عليه دليل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه صلى و قام معه ابن عباس عن يسارف أداره و عن يمينه و لذلك يقف المأموم بجوار الإمام إذا كان اثنين يقف بالتمام يضع كعبه على كعب الإمام و لا يتأخر عنه للأسف نشاهد الآن بعض الناس يتأخر مسافة خطوة مثلا بقدمه أو بكتفي و هذا غلط فالذي يصلي مع الإمام يصف معه و يساويه بالقدمين بارك الله في الجميع أبو عبد الله يقول كنت أصلي فجاء أخي و يقول الصف كان مكتمل فسحبني إلى الخلف يقول ما حكم ذلك أخي الفاضل هذه مسألة مذكورة عند الفقهة تسمى بالاجترار و هذا فيها حديث في السنن لكن حديث لا يصح لا يصح عن النبي عليه الصلاة و السلام بل هذه مخالفة شرعية دلت عليها مجموعة النصوص و لذلك الإنسان إذا دخل و الصف مكتمل فعليه أن يبحث عن فرجة داخل الصف فإن لم يجد صلى خلف الصف و يعني إن شاء الله صلاةه صحيحة لأنه اتق الله ما استطاع هذه استطاعته إلا إذا كان يعتقد بأن شخص قادم يعني رآه مثلا أو اعتقد أو غلب على ظنه ينتظره ليصلي معه أما إذا ما وجده خشية تذهب عليه الجماعة يصلي الحمد لله وهذا القول الراجح من قولي أهل العلم هو قول الجماهير لكن الصلاة ليست بصلاة الذي أتى و صفه في الصف يعني كاملة أما الاشترار فلا لأنه أولا سينقل هذا الإنسان من المكان الفاضل إلى المكان المفضول الأمر الثاني سيقطع الصف و النبي عليه الصلاة قال من قطع صفا قطعه الله و الأمر الآخر سيحدث ربكة يربك الصف سيكون هناك حركة يعني ما كان لها داعي فما يفعل مثل هذا الأمر أبو عبد الله يعني أثار مسألة يقول أثار مسألة الصبح يقول يعني عندنا وقت الصبح يعني مشكل عندنا ماذا نفعل يعني يعتقد هو بأن الوقت قبل الأذان قبل الوقت أخوي الفاضل أولا هذه المسألة للأسف يعني تثار ما بين فترة و أخرى في كثير من دول العالم الإسلامي و أحيانا تكون مبنية على الظنون و ليس على حقائق الآن أغلب الناس يا أخي أبو عبد الله في المدن ما يرون الصبح ما يرون هذا الشيء و لذلك أحيانا يقول والله ما نرى صبيعي لأن وجود الكهرباء وجود هذه الأنوار يعني وجود أيضا قد يكون تكون البلدة جبلية فيصعب على الإنسان أنه يرى و لذلك إذا اعتمدت الجهة الرسمية وزارة الشؤون الإسلامية أو الجهة التي تتبنى قضية الوقت فأنتم معذورين أمام الله عز وجل أنتم ما لكم علاقة في البحث و التنقل هم مسؤولون أمام الله كما أنه مسؤولون أمامكم أمام ولاة الأمر فما في داعي لإثارة مثل هذه الأمور تقولوا لا والله إحنا ثبت لنا خرجت لجان هذه اللجان ظهر لها شيء من هذا القبيل و أنه فعلا أنه نصلي قبل دخول الوقت مثلا الفجر إذا ثبت بأمور قطعية قطعية و هناك لجان و هناك خبراء فيجب على الجهة أنها تتعاون مع الناس و أنها تصحح مسألة الوقت إذا والله التزمت هذه الجهة و رفضت هذا الشيء عليكم يا أخي الفاضل أن تتقوا الله في الناس و في الجماعة لا تبلبلوا أفكار الناس فأنتم تنبهون برفق و بعدل و بعلم و أيضا إذا أبى الناس صلوا معهم صلوا معهم الجماعة و ثم إذا رأيتم بأنكم صليتوا قبل الوقت صلوها في بيوتكم بعد ما تصلوا مع الجماعة لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و لهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم و كان علي الصلاة و يقول سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال الصحابي فماذا نفعل يا رسول قال صلوها معكم صلوها معكم عفوا صلوها معهم ثم صلوها في بيوتكم أو صلوها في بيوتكم ثم اشهدوا الجماعة يعني إذا كان مثلا بعد الوقت صليها في بيتك حتى ما تبلبل الأفكار و لا تفرق الجماعة و لا تشيع الإرجاف في الناس لأن الناس لا يتحملون أحيانا مثل هذه الأشياء لكن أعتقد لو ذهب عقلا و فضلا و ناقشوا الجهة و قالوا الله هذا اللي رأيناه هذا الخبير الفلاني و هذا الخبير الفلاني يقولون كذا أعتقد بأنهم سيتعاونون معكم أم محمد من الشارق قد تقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح إذا صليت ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر آتي بدعاء الاستفتاح في كل ركعتين أختي أم محمد الله يرضى عليك و يزيدك حرص تشكرين على سؤالك عن السنة و البحث عنها و هذا شيء طيب و الله عموما كل صلاة فيها سلام تأتي بدعاء الاستفتاح في أولها كل صلاة فيها سلام تأتي بدعاء الاستفتاح في أولها واضح؟ و بعدين دعاء الاستفتاح سنة الحمد لله مستحبة و ليس بواجب ما هو بواجب حتى لو ترك الإنسان متعمد صلاة صحية لكن ما يتركها حتى تكون الأجر أكثر فأنت تصلي ركعتين و تسلمين ثم تأتي بركعتين و تصليين تأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح و هذا نفس الشيء في قيام الليل لما تقوم مثلا الليل ركعتين ركعتين بعد تكبيرة الإحرام في كل ركعتين تأتي بدعاء الاستفتاح أما محمد تقول لو دعيت لإنسان مريض لازم أذكر اسمه و اسم أبيه لا مоже بلازم يكفي نية يكفي نية ما تقول اللهم مش في المريض الفلاني مثلا تقول الله مش في محمد اللهم مش في عبد الله مثلا ما في فاس الله عز وجل السر عنده علانية أعلم بما في قلبك خلجات ضميرك و خفايا صدرك يعلم الله عز وجل لكن لو قلت اللهم أغفر لمحمد بن عبد الله طيب اللهم أغفر لي عبد الله بن محمد ما فيه شيء يعني إذا ذكرتي ما فيه شيء ولله الحمد والمن أو اللهم أشفيه اللهم عافيه اللهم يا رب عجل بشفائه أم محمد تقول الأضحية أنا ما عندي أحد بعطيها الجمعية تقول ممكن وممكن أشرك فيها مثلا أبو الأولاد المتوفى وأيضا والدتي ما فيه بأس يا أخت الفاضل يعني تذكرين أنت بنيتك أمشيت إذا عطيتها الجمعية هذه ضحيتك أنت أم محمد أنت بنيتك يعني تنوين بأن تشركين الأجر أبو العيال الله يرحمه وكذلك والدتك ويصل الأجر والثواب أم عبد المجيد من السعودية تقول ما حكم استعمال المحرم للمظلة الآن المجتملة على مروحة وعلى ماء ترش ماء ما حكم لا ما فيه بأس ما فيه بأس في مراوح جديدة الآن تستعمل فيها مروحة يعني التبريد على حاملها وترش تبخ ماء مثلا ورذاذ ماء ما فيه شيء ولله الحمد والمن جميل من عمان يقول عندي ثور عمره سنتين يريد يضحي فيه يقول عندي أربع من أولادي ساكنين حولي يقول كيف أتعامل أخوي جميل الله يرضى عليك ويصلح لك النية والذرية وتقبل منك الثور هذا عن سبعة يعني يكفي سبعة بيوت فأنا أنصحك يا أخوي الفاضل أنك تخبر العيال يشاركونك في هذا الثور شاركونك أم أربعة وأنت خامس يعني يصير خمسة يصير خمسة يجوز فيدفعون شيء من قيمته أفضل لهم لأنه مستقلين عندهم عيال ومستقلين فكل واحد يدفع قيمة خمس يعني أنت الآن لما تيجي تذبحه تقسم خمس أجزاء وكل واحد تعطي حقه وأنت الجزء الخامس أنت الجزء الخامس بهذا يكون هم ضحّوا معك هم الآن ضحّوا ضحّوا لهم الأجر والثواب تقول أنا أضحّي لوحدي طيب هم الآن مستقلين من السنة أن يضحّوا على قول الجمهور وعلى قول بعض العلوم من الواجب أن يضحّوا لأنهم مستقلين فنصيحة لك يدفعون يشاركونك في قيمة الثور أو يدفعونه حتى لو تملكه الآن تقول أنا اشتريته خلس يدفعون لك وإذا حبيت أن تتبرع لهم تقول الله أنا أضحّي عنكم تؤجر وتشكر ها مرة طيب يا جميل بارك الله فيك جميل بكرة إن شاء الله غدا بحول الله يعني أجيب على سؤالك الثاني لأن وقت البرنامج انتهى أيضا أمم حمد وأبو عمر أعتذر منكم موعدي معكم غدا بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شكرا